أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ما يحظى به مشروع المتحف المصري الكبير من أهمية بالغة لدى الدولة المصرية فضلا عن المتابعة الحثيثة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال اجتماع عقده لمتابعة موقف الأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به واستعدادات الافتتاح أكد مدبولي أن الحكومة عملت على مواجهة الكثير من التحديات حتى أصبح هذا المشروع في مراحله النهائية تمهيدا لافتتاحه مشيرا إلى أنه يتم حاليا تطوير المناطق المحيطة بالمتحف بما يسهم في تحسين الرؤية البصرية هذا وأشار إلى بدء التجهيز لفعالية الافتتاح الرسمي للمتحف الذي يعد الحدث الأهم في العالم نظرا لما يحتويه على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة فضلا عن قاعات العرض التي تستخدم أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة